طلاء الأظافر الطبيعي القوي الذي يعمل على تطويل وتقوية الأظافر في أقل من أسبوع هذا صحيح لقد سمعتني بشكل صحيح لذلك سأوضح لك كيفية القيام بذلك سنقوم بتقطيع فص الثوم وتحنه جيداً مع عصير نصف ليمونة سنقوم بتحنها جيداً جداً حتى يتبقى لدينا القليل من المعجون أي خليط مثل هذا سنقوم بنقله إلى حاوية طلاء الأظافر التي لم نعد نستخدمها وسنقوم بإضافتها ثم أضف القليل من إكليل الجبل استخدمه كل يوم سترى التغييرات من اليوم الثالث يساعد الثوم على إصلاح بنية الأظافر التالفة يجلب اللمعان ويمنع ظهور الفطريات والبكتيريا كما أنه يوفر المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم مما يجعل الأظافر تنمو بشكل أسرع من الناحية المثالية يجب أن تقوم ببرد جميع أظافرك باستخدام مبرد مثل هذه التي عرضتها لك بالفعل وسنضع طبقة الأساس هذه كما أخبرتك كل يوم بدأت أرى تغيرات من اليوم الثالث انظري كيف أصبحت أظافري هكذا في اليوم الثالث من استخدامه أريدك أن تجربها وتعود وتخبرني في التعليقات إذا أعجبك ذلك إذا كان هذا الفيديو مفيدا اترك لي إعجاب وتعليق ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من الوصفات الطبيعية الفعالة ترجمة نانسي قنقر